أشهد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالمبادرات والإنجازات التي نفذها مجلس ضاحية الخالدية منذ بداية أعماله حتى نهاية العام الجاري 2018 وما تحقق من رؤى وأهداف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وغايته من إنشاء المجالس مؤكدا أن دائرة فخورة بهذه الإنجازات والمبادرات وتعاون الأهالي مع الضاحية وسعيهم جميعا لخدمة المجتمع جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى الثالث لأهالي ضاحية الخالدية حيث تابع الحضور مادة مصورة أبرزت دور المجلس وأهدافه مسلطة الضوء على أبرز أنشطة وإنجازات مجلس ضاحية الخالدية وفي ختم الملتقى كرم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي يرافقه خلفان المري عددا من الشخصيات الداعمة لمجلس ضاحية الخالدية ومن الفائزين بجوائز المجلس